عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ امين عبدالحسيب الضريب. هنتكلم نهاردة ان شاء الله على حل مشكلة قائمة الوصول السريع. طبعا قائمة الوصول السريع بتاعمل مربعات صغيرة. في حالة ان احنا بنلمسها داخل الامتحان. المنصة بتعتبر ان احنا بنحاول نغش وبالتالي بتخرجني برا الامتحان. هتغلب عليها ازاي? طيب هدخل اول من خلال او الضبط زي ما حدوك شايفين كده. اول ما هدخل فيه الضبط هبدأ ابحث عن امكانية الوصول. اختار امكانية الوصول. ومن الناحية التانية هبدأ اختار تفاعل ومهارات. هنختار الامر تفاعل ومهارات. هضغط عليها على تفاعل المهارات. هيظهر عندي فوق كده قائمة المساعد. قائمة المساعد. هنا طبعا الزر غير مفاعل. ابدأ افعلها لو انا عاوز. هيظهر عندي التمال مربعات الاربع مربعات لحضراتكو شايفينهم فوق كده. دي اللي بمكنني من ان انا اعمل عمل وصول سريع للتصغير وتكبير وكام ده كله وايقاف وكام ده كله. طيب لو انا عاوز الغياء عشان يشتمل لي معايا مشكلة هعمل ايقاف من هنا وابدأ اضغط على ايقاف التشغيل من تحت. التوفيق ونجاح يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.